نادي الأهلي النهاردة أرسل خطاب لنادي ليفربول الإنجليزي لتهنية النادي وجمهيره بالفوز بكأس الاتحال الإنجليزي الأهلي أكد خلال الخطاب على شكره وامتنانه وجماهيره على اللفتة الرائعة التي قام بها لعيبه ليفربول وعلى رأسهم ابن مصر محمد صلاح أثناء احتفالهم بالكأس مع نجم الأهلي ومصر مؤمن زكريا تلك اللحظة التي لمست القلوب وعكست عراكة النادي الإنجليزي وقيمة ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكان الرفيع والنجاح الباهر الذي يحققه معنا دي في كل البطولات الأهلي كمان أرسل دي نقطة تانية هولا لكم بس بعد ما نشوف النقطة أو الفيديو ده اللي بحب أشوفه كل يوم بصراحة بقى حلوة حاجة كده حلوة نفسي أفتح بيه كل يوم الحلقة وقت بيه كل يوم الحلقة بصراحة مبهج صح يعني مبهج حقيقي يعني فيش بعد كده يعني واحد منهم زي ما الصحافة الإنجليزية قالت لعبوا ليفربول تعاملوا مع مؤمن زكريا وكأنه واحد منهم تحيصوا لعب ليفربول من زمان كمان يعني ربنا أشفيك مؤمن بإذن الله ربنا ربنا أشفيك النادي الأهلي كمان أرسل خطابا إلى رئيس الاتحاد الجزائري وآخر إلى رئيس نادي وفاق سطيف لتوجيه الشكر والتحية لهم وللجماهير الجزائرية لما لقته بعثة النادي الأهلي من اهتمام ورعاية وكرم ضيافة طوال فترة تواجدها في بلدها الثاني الجزائر الشقيق وتمنى النادي كل التوفيق للكرة الجزائرية والقامين عليها ولنادي وفاق سطيف وجامهيره المحبة لكرة القدم برضو حاجة محترمة جدا من النادي الآن